ده احسن فطار عملته من ساعة رمضان. اهم حاجة ما تنساش تصلى عن نبي وتدعي لاخوتنا. وطبعا داخلين على اتنين مليون فشيرك تسمم غيرك. هقطع نص كيلو لحمة مجهولة المصدر بالشكل الطولي. هتببلها بعصير لمون وعصير بصل. ومعلقتين خل. ملح وفلفل وكمون وكسبور. وتوم وبصل بودر وثمات. وعلبة زبادي ومعلقتين زيت. لغوز لغوز وممكن نسابهم لحد اربع ساعات في الخلطة. هبدأ جهاز سر الخضار عشان تبقى زي بتاعة المحلات. نعناعه بعدونس وبصل وطماطم. نقطعهم بالاشكال اللي انتو شايفينها. فطس هنحط حتة زبدة زيت عربية تسانساني. ونقطع العيش الشام ومثلسات ونحمره. بعد كان نبدأ ننزل باللحمة. طبعا نحطيت شوية لحمة خده صدمة. وركنتهم على جنب بعد كان نزلت الباقي. واقول لما حس انه ما داخلين على سوا. حطيت معلقة خل. وشوية صلط الطحينة نعملها في البيت هبقى نزل لكم الفيديو. فعليك هنحط الطماطم بتاعتنا والبصل والخضرة. اهم حاجة ما تحطش الخضرة غير لما الطماطم والبصل يعملوا كرمالة كده. وتوقع ممكن تكلها كده بالمعلقة.